تلتهب الأحداث مجدداً في الحرم الشريف ويكتوي المقدسيون بنارها مع اعتداء قوات الاحتلال على المصلين من شباب وشيب ونساء بجانب مصلى قبة استخرة في أعقاب الدعاء أفراد الشرطة بأن شباناً فلسطينيين قاموا بقذف زجاجات حارقة على مركز الشرطة داخل الحرم الكدسي مما تسبب بحريق في داخله وبعد الحدث مباشرةً قام قوات الاحتلال بإغلاق أبواب الأقصى كافة ومنع رفع الأذان أتبعت هذه الخطوات بإغلاق أبواب البلدة القديمة ومنع الدخول إليها أو الخروج منها وأقام المقدسيون صلواتهم قبالة باب الأصباط على مدخل البلدة القديمة وتم قمعهم من قبل قوات الاحتلال حتى أعيد فتح الأقصى مجدداً في اليوم التالي لكن التوتر لم يزل سيد الموقف ومع انقضاء منتصف الأسبوع الماضي انتهت المهلة التي حددتها محكمة الصلح الإسرائيلية لتلقي رد رسمي من مجلس الأوقاف لتوضيح موقفه القانوني من باب الرحمة الذي تطالب مؤسسات الاحتلال بإغلاقه وقامت المحكمة بتمديد المهلة أسبوع آخر على أن تعطي فرصة للمفاوضات القائمة بين السلطات المعنية للتوصل إلى حل سلمي وأضافت في قرارها أنها ستصدر أوامرها بشأن إغلاق باب الرحمة من عدمه يوم الأحد المقبل ما لم يتم التوصل إلى حلول بشأن النزاع أما على الأرض فتستمر إسرائيل بسياساتها التصعيدية مع تنفيذ الاعتقالات والإبعادات اليومية الصادرة بحق النشطاء وموظفي الأوقاف بخاصة مما يهدد بعودة التوتر خاصة مع إسرار إسرائيل على إغلاق باب الرحمة مجددا وفي أنحاء مختلفة من القدس الشرقية يستمر مسلسل التهجير مع هدم منزلين في جنوب القدس المحتلة إضافة إلى منزلين آخرين في جبل المكبر وسلوان اضطر المالكان لهدمهما تجنبا لدفع غرامات باهظة لبلدية الاحتلال